بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم تلاميذ الصف السادس الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني نلتقي مع شرح لدروس مادة التربية الدينية الإسلامية للصف السادس وهذا المنهج الجديد نلتقي اليوم مع شرح المحور الثالث وهو بعنوان مجتمعي ومع الجزء الأول فيه أو القسم الأول وهو قسم العقيدة والدرس الأول في هذا القسم وهو يوم الحساب أول درس لدينا أول درس في المنهج هو درس بعنوان يوم الحساب في البداية أشكر كل من قام بالدعم دعمنا في القناة بالاشتراك وكذلك الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الآخرين أتقدم بالشكر الجزيل لكل من قام بدعمنا وأدعوكم أيضاً لاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو هيا بنا نبدأ مع شرح هذا الدرس الأول يوم الحساب من الإيمان بالآخرة الإيمان بيوم الحساب يعني من أركان الإيمان طبعاً من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره طبعاً هذه هي أركان الإيمان الستة كما لاحظنا الإيمان باليوم الآخر يبقى إذن من الإيمان بالآخرة الإيمان بيوم الحساب أو من أركان الإيمان الإيمان بيوم الحساب يوم القيامة حيث يبدأ هذا اليوم بقيام القيامة يبقى إذن هذا اليوم يوم الحساب في الآخرة عندما يحاسب الله عز وجل للناس يبدأ بقيام القيامة ثم حساب الخلق على الأفعال والأقوال إذن سمي بيوم الحساب لأن في هذا اليوم يحاسب الله عز وجل الخلق على أفعالهم وعلى أقوالهم التي قاموا بها في الدنيا ومن رحمة الله تعالى أن هناك حسابا في الآخرة إذن هذا الجزء يتكلم عن الحكمة من وجود يوم الحساب ما سبب هذا اليوم؟ لماذا جعل الله عز وجل يوم للحساب؟ حتى يجازي الله عز وجل العبد المؤمن ويكافئه هذا هو الشيء الأول ثانيا حتى يجازي الله عز وجل المؤذية يجازي العاصية الذي لم يتب ويعاقبه إبا ما السر أو من الحكمة من وجود يوم الحساب حتى يجازي الله عز وجل العبد المؤمن ويكافئه إنما العبد العاصي أو الإنسان العاصي المؤذي للآخرين المؤذي لنفسه الذي لم يتب هذا هو الشرط فيعاقبه الله عز وجل طبعا أما من يتب فالله عز وجل يتوب عليه بشرط أن تكون توبة صادقة قال الله عز وجل يومئذ يصدر الناس أشتاة يومئذ طبعا هذه الآيات من سورة الزلزلة يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يومئذ يصدر الناس أشتاة يصدر الناس يعني عندما ينصرفون من موقف الحساب أشتاة يعني جماعات أو فرقا متفاوتين ومختلفين أشتاة لماذا ليروا أعمالهم حتى يريهم الله عز وجل أو يطلعهم على أعمالهم التي عملوها في الدنيا كما قلنا على أفعالهم وعلى أقوالهم فمن يعمل مثقال ذرة مثقال يعني مقدار أو وزن ذرة يعني نملة المراد يعني أقل شيء من الأعمال خيرا يره سوف يرى هذا الخير والعكس من يعمل مثقال ذرة شرا مثقال ذرة من شر يره أيضا يبقى إذن هذا تحذير لكل من يعمل هذه الأفعال ويكون بهذه الأفعال سواء طبعا الشر أو الخير طيب بعد ذلك يكون الحساب بقيام القيامة يبقى إذن يبدأ الحساب بقيام يوم القيامة حيث يجتمع جميع الخلق في مكان واحد لقوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب المقصود بيوم التغاب هو يوم القيامة إذن لماذا يجمع الله عز وجل الخلق جميعا في مكان واحد لماذا يجمعهم الله عز وجل في مكان واحد حتى يحسبهم على أعمالهم طيب بعد ذلك ينادى كل إنسان ليقف وحده بين يدي الله جل وعلا كل إنسان هيتحاسب لوحده أمام الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان كل واحد الله عز وجل سوف يحاسبه وحده هو فقط لوحده ليس بينه وبينه ترجمان ترجمان اللي هو المترجم يعني أو المفسر والموضح للكلام اللي هو بينقل الكلام من لغة إلى أخرى إبا إذن تتكلم مباشرة الله عز وجل سوف يكلمك ويحاسبك على إيه على أعمالك ولكل إنسان كتاب يكتب فيه الحسنات والإيه والسيئات طبعا في الدنيا له كتاب يكتب فيه الحسنات والإيه والسيئات الملائكة تكتب وتسجل وتدون كل ما يكون به الإنسان فمن يعمل مثقالة ذرة من الخير ومن يعمل مثقالة ذرة إيه من الشر كل هذا مكتوب إبا إذن سوف يعطى كل إنسان يعطى كل عبد كتابه لماذا؟ ليرى كل فعل وقول قام به في الدنيا وقد كتبته الملائكة إبا إذن نحن الآن في الدنيا الملائكة تكتب وتدون تسجل كل عمل يكون به الإنسان فمن يعمل مثقالة ذرة ها يبا ومن يعمل مثقالة ذرة من خير أو من الإيه؟ من الشر قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه المرد بالطائر هنا يعني العمل يبا كل إنسان له عمل مقيد به وملزم بهذا العمل كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا هذا هو الكتاب نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يبا إذن هذا الكتاب اللي هي الصحائف الأعمال التي كتبت فيها الملائكة الأعمال في الدنيا يلقاه منشورا منشورا يعني مفتوحا هيفتح الكتاب ويقرأ ويشوف كل الأفعال والأعمال اللي عملها في الدنيا هذا الإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يعني محاسبا أنت لما تشوف بنفسك الأعمال كفى بنفسك اليوم حسيبا محاسبا كأنك أنت اللي هتحاسب أنت خلاص أنت مش هيكون لك أي أي كلمة بعدما ترى كل الأفعال وهذه الأقوال التي عملتها طبعا هاتين الآتين من سورة الإسراء ننتقل بعد ذلك إلى أهم قواعد الحساب بعض قواعد الحساب التي سوف نسير عليها في الآخرة أولا أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة أول شيء هتتحسب عليه الصلاة صلاتك في الدنيا هل التزمت بيها وكمت بيها ولا لا هل صلتها كاملة ولا لا لقوله صلى الله عليه وسلم إن أولا يبدأ لها الكلام ده إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة أول شيء الإنسان هيتحاسب عليه يوم القيامة طبعا الصلاة هذا في سنن أبي داود وهذا طبعا من رواة الأحاديث اللي هم نقلوا وجمعوا لنا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب حتى يعني ينقلها إلينا يبقى أول شيء في قواعد الحساب الصلاة دي أول شيء هنتحاسب عليه ثانيا الحسنة تم حسابها بعشرة أمثالها والسيئة بواحدة فقط إذن الله عز وجل يجازين وهذا من مظاهر رحمة الله عز وجل في الآخرة من مظاهر رحمة الله بنا أن الحسنة تكون بعشرة أمثاله أما السيئة تكون بواحدة فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل طبعا ده بل حديث كدسي حديث كدسي يعني عن الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد الله عز وجل هو الذي يقول إذن الحسنة مش بعشرة فقط لا وأزيد إذن الله عز وجل يضاعف هذه الحسنة إلى عشرة أمثالها بل إلى سبعمائة ضعف وأكثر من ذلك والله يضاعف لمن يشاء فبالعكس ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر بل إذن هذا من رحمة الله عز وجل الله عز وجل يحاسبك الحسنة بعشرة إنما السيئة بسيئة فقط أو أغفر يمكن يغفرها كمان بكل هذا يدل على رحمة الله عز وجل وتفضله علينا ولطفه ثالثا يرى الإنسان سيئاته التي تاب وتوقف عنها قد انقلبت إلى حسنات الإنسان الذي كان يعمل السيئات ثم تاب عنها وتوقف خلاص توقف معاً شبيع من سيئات بس بشرط من نتوب توبة صادقة وتقبلها الله عز وجل تنقلب كل هذه السيئات إلى حسنات بفضل من الله ومن رحمة الله أيضا هذا من مظاهر رحمة الله عز وجل بنا قال الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً هذه شروط التوبة تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً يبه هو توقف عن هذه السيئات وبدأ يعمل أعمال صالحة ما كان الأعمال السيئة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هذه السيئات تقلب وتبدل إلى حسنات تصير حسنات وكان الله غفوراً رحيماً سبحانه وتعالى والآية من سورة الفرقان رابعاً من قواعد الحساب يرى العبد حسنات وسيئات أفعال وأقوال لم يفعلها هذا العبد يوم القيامة يرى بعض حسنات في ميزانه وفي كتابه ويرى أيضاً سيئات لم يفعلها ولم يقولها لكنه هو الذي علم غيره إياها سواء كانت طيبة أو خبيثة هيفتح كتابه يلاقي فيه سيئات وفيه أقوال فيه سيئات لأفعال أو أقوال ما عملهاش أصلاً هو ما عملش الفعل ده توجهت له السيئات ديه والحسنات منين على حسب الإنسان اللي علمه يبقى إذا لو أنا علمت إنسان عمل صالح أخذ عليه حسنات وكذلك العكس لو علمت إنسان عمل سيئ عمل قبيح والإنسان ده فضل يعمل العمل ده أخذ سيئات وهكذا قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً يعني من دعا إلى هدى يعني من حض وحث وشجع غيره إلى هدى الهدى هو الحق والخير الأعمال الصالحة يبقى إذا لو أنت شجعت غيرك وحثيته وحضيته على إنه هو يفعل عمل صالح أو قول صالح إيه جزاؤه كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من تبعه يعني من فعل مثله أو اقتدى به يبقى إذا الإنسان اللي هيعمل زيك ده أو هيقتدى بيك هتاخد مثل أجره مش هتاخد من أجره لا هتاخد مثل الأجر اللي هو هيعمله لا ينقص ذلك أهدى الدليله لا ينقص ذلك من أجورهم إيه شيئا إبقى أجر الإنسان اللي هو اللي أنت تاخد مثل سوابه أنت مش هتنقص من سوابه لا أنت تاخد مثل سوابه طول ما هو بيعمل أنت علمت إنسان الصلاة طول ما هو بيصلي بتاخد أنت مثل السواب الصلاة إبقى هو ياخد سواب صلاته وانت تاخد زيه وهكذا طيب لو اللي انت علمته دا علم غيره هتاخد كده سوابه سوابه سواب اللي علمه وهكذا تعال العكس بقى من دعا إلى ضلاله إبقى هنا دعا إلى هدى يعني إلى حق وخير هنا دعا لضلاله يعني الباطل والشر الأعمال السيئة كان عليه من الإثم طبع الإثم هو الزنب مثل آثام مثل ذنوب يعني من تبعه يعني من اقتدى به وفعل مثله لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا إبقى إذن علينا في هذا الحديث أن نفعل ماذا أن نعلم الناس الهدى والخير نتعلم أيضا من الحديث أن كل إنسان يتسبب 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 في شيء يتسبب في عمل الخير فيكون متساوي معه في الخير وفي الثواب طيب إنت تسببت في عمل شر هتتساوي معه فين في العقوبة وأيضا في السيئات أيضا علينا أن نحضر من أن ندعو الناس إلى أعمال الشر بل ندعوهم إلى أعمال الخير بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على أن ندعو إلى الخير حتى يكون لنا مثل أجور من يقتدون بنا في الفعل والعكس بإذن لابد أن نعلم الناس العلم والعبادة والآداب والأخلاق بعد ذلك من أسباب النجاح من أسباب النجاح يوم الحساب يوم القيامة أولا مسامحة الآخرين والعفو عنهم يبدأ بعض الأسباب لكي ننجو من يوم الحساب لابد أن نسامح الآخرين ونعفو أي عنهم قال الله تعالى وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ رَبِّنَا بِسْأَلْنَا نَعَمْ نُحِبْ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَنَا طيب طالما بالحب أن ربنا يغفر لنا يبا نعمل إيه؟ فَلْتَعْفُوا وَلْتَصْفَحُوا أيها الناس ثانيا الصدقة هذه أيضا من أسباب النجاة علينا أن نكسر من الصدقة فكل إنسان سوف يبعث يوم القيامة في ظل صدقتي في ظل صدقتي هتبقى الصدقة كده بتاعتك هتبقى ظل كده فوق رأسك يوم تدن الشمس من الرؤوس ويكسر العرق أنت تكون في ظل صدقتك إبقى إذن الصدقة مهمة علينا أن نفعل هذه الأشياء التي تنجينا من يوم الحساب وأيضا يعني لمعلوماتك الحساب يوم القيامة الحساب نوعان هناك حساب للعرض والمعاتبة وهو حساب يسير لا عذاب فيه هذا الحساب يسير من الله عز وجل لا عذاب فيه أما الحساب الآخر هو حساب المناقشة وهو حساب عسير وشديد وبالتالي لا يخلو من العذاب لماذا؟ لأن الله عز وجل يناقش العبد في أخطائه وعلى أخطائه ويوقفه ويعرفه جميع الزنوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك الرسول بقول كده ليس أحد يحاسب إلا هلك فقالت السيدة عائشة قلت يا رسول الله جعلني الله في ذاك أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتيه كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذاك العرض يعرضون ذاك العرض إبا إذن هذا النوع الأول من الحساب اللي هو حساب العرض والمعتبة ده حساب يسير فسوف يحاسبوا حسابا يسيرا ربنا عز وجل يعني بيعطبوا كده بس وإيه بيعرض عليه فقط أما من ننقش الحساب هلك يقول رسول من ننقش الحساب هلك ده النوع الثاني اللي ربنا ينقش في الحساب ينقش على أخطاؤه إبا إذن هذا هو النوع الثاني فبالتالي يعرف إنه هو إيه يعني سوف يعذب جعلنا الله عز وجل ممن يحاسب حسابا يسيرا والآن هيا بنا مع حل هذه الأنشطة النشاط الأول ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية مع التصويب مع تصويب الخطأ وتصحيح الخطأ أولا ألف يجتمع الخلق يوم القيامة في مكان واحد انتظارا لبدء الحساب من ربهم عز وجل طبعا الإجابة صحيح كل إنسان سينادى ليقف أمام ربه مع أهله وأصدقائه طبعا هنا خطأ بل كل إنسان سينادى ليقف أمام ربه بمفرده إبا إذن سيقف أمام ربه عز وجل بمفرده وليس مع أهله وأصدقائه إبا هنا الإجابة خطأ وهذا هو التصويب يحاسب الله جل وعلا العبد الحسنة بخمس أمثالها خطأ بل بعشر أمثالها بعشر أمثالها دل يرى العبد يرى العبد سيئاته التي تاب عنها هل يراها كما هي؟ خطأ بل يجدها قد تغيرت وانقلبت إلى حسنايات إبا إذن يجدها قد انقلبت وتغيرت إلى حسنايات إبا الإجابة هنا خطأ ننتقل إلى النشاط الثاني أكمل العبارات الآتية بما يناسبها ألف لكل إنسان كتاب يكتب فيه الحسنات والسيئات المؤمن بالله واليوم الآخر يتميز بماذا؟ بمسامحة الآخرين والتصدق أيضا بإذن كما قلنا بالمسامحة والتصدق هذا ما ورد في الدرس طيب جيم من رحمة الله تعالى وجود يوم للحساب هذا من رحمة الله عز وجل لماذا؟ حتى يجازي العبد المؤمن ويكافئه حتى يجازيه ويكافئه وأيضا حتى يجازي المؤذي والعاصي كما قلنا وأيضا يعاقبه بس بشرط يجازي المؤذي العاصي الذي لم يتب الذي لم يتب ويعاقبه على هذه الأفعال طيب بعد ذلك الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان ها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ننتقل إلى النشاط الثالث أجب في ضوء ما درست ألف ما الأعمال؟ الطيبة التي يمكن أن تبدأ بها لكي يكون لها أثر طيب عليك يوم الحساب ما هذه الأعمال؟ كما درسناها يمكن أن نقول أولا الإيمان بالله نبدأ بهذا بهذا أولا الإيمان بالله وأيضا بيوم الحساب الإيمان بالله تعالى والإيمان بيوم الحساب ثانيا الصلاة على وقتها الصلاة في وقتها بعد ذلك مسامحة الآخرين وأيضا يمكن أن نقول كذلك المداومة على فعل الخير المداومة على فعل الخير والدلالة عليه بل المداومة على فعل الخير والدلالة والدلالة عليه عليه يعني ندل الآخرين عليه حتى نأخذ السواب كما درسنا في الدرس إبا المداومة على فعل الخير والدلالة عليه أن ندل الناس على الخير وأيضا على العمل الصالح كذلك الصدقة من هذه الأعمال وأيضا التوبة والاستغفار والاستغفار الدائم كلما أزنب الإنسان يستغفر بعد ذلك باء اختر من هذه الأعمال عملا تبدأ به هذا الأسبوع وأخبر والديك به كي يذكراك ويشجعك عليه هنختار إيه من العمل وهتقول إيه يعني للوالدين حتى يذكرك دايما ويشجعوك اختار عمل يعني هذا يعني يرجع إليك مثلا سأكون بالصلاة على وقتها أو أي عمل من هذه الأعمال وأرجو منه رضا الله تعالى والثواب عليه يوم الحساب بخلي بالك أي عمل تقوم به تراجع نيتك بس يكون هدفك منه رضا الله والثواب عليه يوم الحساب يعني يكون هدفك من هذا العمل مش عشان الناس تشوفك أو الناس تقول عليك دا بيعمل لا يكون الهدف هو رضا الله عشان ربنا يرضى عننا اللهم ارضى عننا أجمعين تابع معي الفيديو القادم وهو شرح وحل الأنشطة الخاصة بالدرس الثاني ميزان الأعمال في النهاية شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح أذكركم بالاشتراك في القناة وأيضا مشاركة هذا الفيديو مع الآخرين شاركوا اعمل شير الآن حتى يستفيد منه الآخرون أيضا كذلك الشكر الجزيل لكل من قام بالإعجاب بهذا الفيديو شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته المترجم للقناة